بعد ثلاثين عاماً من تدمير متشددين هندوس مسجد بابري في مدينة آيوديا شمالي الهند ومقتل آلاف الأشخاص جراء الأعمال الطائفية التي نشبت آنذاك عاد متشددون آخرون ليستهدفوا مواقع إسلامية أخرى من بينها ضريح تاج محل الذي يعد جوهرة معمارية ورمزاً للبلاد حزب باهاراتيا جانتا الحاكم دعا بحماسة كبيرة إلى بناء معبد في موقع المسجد بعد أن وضع رئيس الوزراء نارين درامودي حجر أساسه عام 2020 مما حول أنظار المتشددين الهندوس إليه فخاضوا تحركات من أجل الحصول على الحق بالصلاة فيها وبحسب وكالة فرانس برس تم منع المسلمين من الوضوء في المسجد بعد أن أجريت في الإسبوع الماضي حفريات بأمر محكمة هندية قيل إنها كشفت عن تمثال يعد رمزاً للهندوس الوكالة نقلت عن مؤرخين هنود أن تلك الإدعاءات ناتجة من معرفة وصفت بالضحلة بالتاريخ الهندي إلى جانب شعور بالمظلومية يغديه فيض المعلومات المضللة المنتشرة على شبكات التواصل الاجتماعي ضريح تاج محل الذي يرمز إلى الهند في عيون العالم والمدرج على قائمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة للتراث العالمي اليونسكو لطالما أثار غضب الهندوس المتشددين وصاروا يبوحون بغضبهم إلى درجة تهديد سلامته حالياً في المقابل يخشى المسلمون من أن يشهد تاج محل نفس مصير ما آل إليه مسجد بابري الذي اندلعت على إثره أعمال عنف طائفية تعد من بين الأسوأ في تاريخ الهند نتج عنها فرض القومية الهندوسية كقوة سياسية مهيمنة في بلاد يعتنق فيها نحو 200 مليون من مواطنيها الإسلام الخطاب المعادي للمسلمين والاعتداءات الجسدية عليهم ارتفعتا بشكل مخيف في ظل حكومة رئيس الوزراء نارين درامودي وتزايدت جرأة المتشددين الهندوس بالحديث عن هند يكون المواطنون المسلمون فيها مجرد ضيوف إن لم يكن أعداء مستباح دمهم ومالهم ترجمة نانسي قنقر